بصي احنا الاولى هنتكلم في حيرة الست يعني اكيد انت سمعت اللي انا قلته مش عايزة عيده تاني بس هو قرار بيبقى صعب الست تتكمل فهذا الصمت او الطلاق الصامت ولا اشتري نفسي واشتري حريتي وحالتي النفسية وراحتي النفسية وامشي ومش مهم الولاد ونفسية الولاد يعني القرار الصعب ده يعني ساعدينة اقولك على حاجة دايما بنقولها اي قرار طلاق بيتاخد من غير محاولة لاستمرار الزواج بشكل صحيح بيصحبها ندم كبير بعده ايا كان مين اللي طلبوا الراجل او الست هي دي حقيقة يعني فيه ناس كتير بتندم على فكرة حتى رجالة فعلا وستات يعني فيه رجالة بعد سنتين تلاتة يقولك هو انا ايه اللي خلاني ياهدم البدة كله وهده كده لما بيجرب بقى تجربة واثنين وتلاتة وبيلاقي ان امراته كانت احسن يعني ام ولاده كانت احسن ام رايحه اكتر وسته محترمه اكتر يعني ما بيلاقيش كل الحاجات اللي كانت حلوة في حياته فبيرجع يندم بس في اللحظة دي ليه دايما الشيطان شاطر يعني ليه دايما في اللحظة دي يقولك ايه يا سيدي كبر دماغك بقى وشوف راحتك وشوف ساعدتك يعني ليه دايما بنجري ورا السعادة بس ما بنلاقيهاش برضو في الآخر سببين رئيسيين لو هنقدر ان احنا نقول اكتر سببين شائعين في الموضوع ده اولا ما عندناش الثقافة الكافية ان ازاي الزجين يتعاملوا مع بعض ازاي يتوصلوا ازاي كل واحد يعبر عن رغباته واحتياجاته من الطرف الآخر عادي دايما الكلام في مسئوليات مش الكلام عن انا عايز ايه وانتي عايز ايه او العكس ما عندناش الثقافة او الوعي الكافي بالنقطة دي النقطة التانية انه فيه فكر كده ان السعادة بتكون خارج البيت مش جواه فانا لو هتبست انا هؤمن بس وانزل وهم السعادة بالزبط مع ان خالص مهما قضيت وقت بره مسيرك ترجع والست نفس الكلام فالسعادة مش بتيجي من بره هي بتيجي من ان الشخص عايز يتبست فين طب انتي ما بتشوفيش اقلاء ان فيه بيوت كتير قوي دلوقتي ما قضينها صمت يعني تيجي تسأليها تقولك لا لا احنا عايشي كده كأننا متجاوزين بس احنا مش متجاوزين وكل واحد في قوضة وعايشين بس في البيت عشان الولاد مش بتشوفي الحالات دي كتير دلوقتي بنشوفها مبيبوا بنحاول نحل اللخبطة دي بتتحل طيب يعني اللخبطة دي بتتحل مش بنسبة مية في المية بس لها طرق حل طبع ديها طرق كتير يعني اصلي بتقنيعي اكتر يعني في الحالات اللي زي دي لما بتجيلك الست اللي هي اللي بتغير وبتبتدي تكسر التلج ده ولا الراجل يعني بتشوفي ايه اكتر الحالات الرجالة هي اللي بتبتدي تتسعى ان الصمت دي تكسر ولا الستات والله هي اللي اتنين اصلا هقولك على حاجة اي حد هو عايز يصلح فهو بنسبة كبيرة هو هيصلح فعلا مدام وصل لانه ييجي يقولك فهو عايز بس مش عارف ازاي فمدام وصل للمرحلة دي يبقى هو غالبا هياخد خطوهي الناس بقى بتبقى مش عارفة اي يتعين صعب قوي مش كل الناس بتقتنع ان هما يروحوا لاخصائي نفسي او لايف كوتش او دكتور نفسي او حتى استشاري علاقات اثرية يعني يمكن التايتل ده بقى لنا سنين بنقنع الناس انه مش عيب ان تاخد مراتك وتروح لاستشاري علاقات اثرية او لايف كوتش او ايا كان يعني اللي متخصص يقدر يساعده فلما الستة حتى بتيجي تقوله فتلاقيه بيبصي لها كده اللي هو ايه ايه ده وانا مالي وانا مجنون ما تروح انتي مالعيوب فيك انتي طيب ما تشوفي نفسي كنت يعني دايما بتبقى التهم بتترمي اكتر عالستات لكن من النوادر ان تلاقي راجل متفتح كده وفاهم انه ممكن يروح يسمع حاجة تفيده في حياته دي حقيقة نوعا ما دي حقيقة ما نقدرش نقول ان ما فيش حد منهم بييجي بس ممكن تكون ان يسعب اكتر لست برضو بسبب ان الثقافة دايما احنا متعاوذين ان البيت هو خاص بالست لو البيت مبسوط يبقى المسؤولية الاكتر بالزبط كده فده اللي بيخليها هي حاسة تفضليني هي حاسة ان من مسؤوليتها ان هي تصلح دائما وان هي اللي تاخد الفضل طيب بما انك ست زي الامر دلوقتي بتتفرج علينا واحدة ست زينا وهي في الحالة دي ومش عارفة تاخد القرار يعني هي دلوقتي صمت زوجي بقالها كذا سنة ومتدايقة جدا وحزينة جدا لمينها اتطلقت وتجوز وتشافت حياتها مسلا مع حد تاني او حد يقدر يسعدها ولا منها قادرة تبقى سعيدة جوه البيت المفروض دلوقتي نقول لها ايه يعني تنصحيها تعمل ايه حلوة اولا هنقول شوية نصايح مختلفة كل منهم على جانب معين حلو ده اول حاجة دايما بنقول كبداية امل كده الخرس الزواجي اقرب للصلح اكتر منه قريب للطلاق مدام احنا لسه طيقين نشوف بعض في بيت واحد حتى لو ما منتكلمش وتقول لا انا مش طيقاء طب ماشي يا سيتي اوكي بس انتو الاثنين قاعدين تحت بيت واحد ده اقرب ان احنا نتصالح عن ان احنا نتطلق اللي ناوي يتطلق ما بيتنقش دايما نقول كده هو مش هيجي يتكلم او يحاول او يجرق وقت ما بيكون الطلاق فعلا هيتم هتلاقي ما فيش حد خالص قابل يسمع فكون ان لسه تحت بيت واحد فدي حاجة كويسة ده رقم واحد رقم اتنين لازم نكسر الخرص ده ده محاولة كوميونيكيشن او تواصل انا دلوقتي خليني اتكلم على دوري لو انا انا مرأة مش هنكلم ان الراجل لي اي دور دلوقتي هي هتروح تسأله انت عايز ايه الاول مش انا عايز ايه انت عايز ايه عايز ايه يحصل في حاجة مضيقك في البيت في حاجة مضيقك مني في حاجة مضيقك في العالم الخاري ما بيتكلمش وما بيردش وما لكيش دعوة وما فيش ومش عارف ايه طب يا سيدي ماشي شكرا هحاول انا اعمل حاجات كويسة ليه حاجة اكلة بيحبها حاجة في التلفزيون بيحبها احتفال تأديرا لمجهوده واحتفال باي مناسبة ما اهتمش بالموضوع وما تأثرش بيه احب انا نفسي واهتم بيه ليه حاجتين اساسيين اولا علشان ما عايشش حياتي كلها بحاول اسعد الاخرين فبطاريتي تفضى بدري واقول انا عمري كله ما لتفتش لنفسي وندخل في الدوامة دي لأ يا سيدي عملي اللي يبسطك تاني حاجة ان المنور بيجذب الناس لي فلو انت في بيتك منورة انت مبسوطة وشايف حياتك ومناكحة وبتعملي حاجات حلوة وامورة ومبسوطة ومستمتعة هو هيبقى ايه السعادة دي تلاقيه هي دايما ايه ده فيه ايه الدحك ده كأن الطبيعي نحن نعلم مكتائبين فهو هيبدأ هتشديه للعالم الحلو بتاعك لأن النجاح الزواجي مش بس ان انت مهتمة باللي قدامك ان هو يكون كويس انت طرف في القصة دي هو مش هو في العلاقة لوحده انت كمان لازم تكوني كويسة وفي الاول وفي الاخر هو الشخص ده تجوزك ليه انت انلت اعجابه لدرجة لدرجة انه اخذك قرار وانه هو يجوزك فانت حاجة حلوة يعني انت حاجة حلوة وحاجة هو عايزك بيبقى حلوين في الاول بيبقى ترجط في الاول حلو واي كلام يا بتقوله حلو واي تصرف بتعمله حلو لو قالت له ما بعرفش هطبخ يقولها على عيني ده نشيلك على راسي عاصلان انا مش هطبخ خالص حاضر اصلا انا مش هخالف في اول الجواز وماله بصي اي طلبات في الاول بتقولها بتبقى امر يعني بتوفي عليها في ثلاث ثواني بشكرك جدا لأستاذة علاقة توفيق بشكرك وان شاء الله تبي معنا في الاستوديو الحلقة اللي جاية ان شاء الله بشكرك يا فدنا